صباح الخير يا ثالث حاب اليوم نبلش احنا وياكو درس الثاني طرق جمع البيانات درس كثير بسيط وكثير سهل هلا من احدى طرق جمع البيانات انه تتمثل اما بسؤال اول طريقة لجمع البيانات انه تكون بسؤال وهذا الحكنا الحصة المضت يكن السؤال هلا الاجابة عن هاي الاسئلة اجاباتهم يا ميس تسمى نتائج اذا لما انا اوجه سؤال مثلا ما الرياض لتفضلونها اجاباتكم رح تكون عبارة عن اشي اسمه نتائج فهنا اجا معلم التربية الفنية وسألكوا ما اللون المفضل لديكم جاوبوا مجموعة من الطلاب احمر اصفر اخضر احمر اصفر وازرق احمر اصفر وازرق هلا احمر اصفر ازرق كل واحد اختار لون هاي اجابات الطلبة نسميها نتائج شو نسميها نتائج هلا طلع يا ميس ما احلى طلع لما اقرأ زي هيك انا شو بيعرفني قدي واحد حب احمر قدي واحد يحب ازرق طلع جدول هذا شو نسميها ثالث جدول الاشارة حكا تلكوا عشان نكون احنا سريعين بالحل ونكون اجاباتنا مية مية صحيحة شو نحط احنا دايما نرسم هون نكتب التكرار قدي مرة تكررت مين يذكرني يا ميس هاي الحزمة هاي الحزمة شو تعني احسنتم خمسة وهاي الحزمة خمسة والشحطة هاي واحد يعني خمسة زائد خمسة زائد واحد عشرة اهداعش اذا اهداعشر طالب يحب اللون الاحمر وهاي الحزمة شو تعني خمسة اذا تكرارنا خمسة طب وهاذ اللون الازرق قدي واحد يحبه خمسة حزمة زائد واحد اثنين ثلاث ثلاث شحطة اذا ثمانية اذا ثمانية شوف ما ابسط احنا هلا كيف رح نكون سريعين بحل الاسئلة ما هدت الطلب الذين يفضلون الاحمر انا خلصت انا مجهزة كل اموري قدي اهداعشر طالب اهداعشر طالب ناخد السؤال البعده ما الفرق بين عدد الطلب الذين فضلوا الاحمر والذين فضلوا الازرق كلمة ما الفرق شو معناها يا ميس معناها طرح شو معناها طرح عدد الطلب الذين فضلوا الاحمر قدي طالب فضل الاحمر احنا مجهزين اهداعشر طالب واللي فضلوا الاصفر يا ميس قدي خمسة اللي فضلوا الأصفر خمسة أو الأزرق الأصفر يا ميس جديه خمسة والأزرق ثمانية إذن إذا بدوا الأصفر فهو خمسة وإذا بدوا الأزرق فهو ثمانية طب ما عدد طلبة الصف شو حكيت لكم عن هذا السؤال يا ميس ما عدد طلبة الصف بروع على التكرار هذا التكرار وبعمله جميع يلا نقلونا الأرقام 11 زائد 5 زائد ثمانية إذن 11 زائد 5 زائد ثمانية إذن 24 طالب 24 طالب يمس هاي أول طريقة إذن لجمع البيانات من خلال السؤال ونجمع عليه إجاباتنا هاي الإجابات تسمى نتائج إنه يمس طريقة ثانية وهي التجربة وهي التجربة هاي الطريقة الثانية لما نجمع إجابات عليها تسمى كمان نتائج التجربة طيب يمس شو قصده بالتجربة؟ هلا يمس يعني تجربة يعني إنك إنت تجرب مثلا مثل هاي رمي قطعة نقط إما تطلع معك صورة إما تطلع معك كتابة هلا كمان أعطيك بعد شوي كمان تجربة مثلا تسحب من كيس كرات مثلا تكون محدد كرات أصفر أحمر أخضر كثير هاي التجارب حلوة وممكن أنت تتعملها مع أهلك كثير حلوة هلا مثلا قامت وداد بتجربة رمي قطعة النقد إلى الأعلى عشر مرات فكانت نتائجها كما هي مبينة هاي النتائج شو نسميها؟ نتائج التجربة صمم جدولا يبين المعلمات المعطع بصمم بحط هنا جدول الجدول قدي لازم أعمله خانة طبعا إيش هون راح يكون صورة عم كتابة وهون الإشارات وهون إيش حقينا إحنا راح نغيش نكتب التكرار وهون إما صورة وإما كتابة هلا نعمل جدولنا الإشارات هاي شو طلعت معنا كتابة أحذفها من هون والحطتها بالكتابة سورة 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 بحطها هون يمس كتابة أشتبها من هون والحطتها كمان كتابة هي مرة الرابعة بعدين صورة بحذفها من هون وحطة هون بدين كتابة 1 2 3 4 5 شو حكينا خط بشكل أفقي بعدين كتابة هيها مرة لحال إذن قدية طلعت مع وداد الصورة قدية مرة تكررت معها أربع مرات والكتابة قدية تكررت مرة هاي معناها خمسة زائد واحد إذن ست مرات هلأ إنت لما تلعبها كمان رح يكون النتائج مختلفة إذن ما عدد مرات رمية قطعة نقدية كدين رمت قطعة النقد لو ما كدين رمت قطعة النقد اعتبر إنهم ما حكوا اعتبر إنهم ما حكوا اعتبر إنهم ما حكوا كدين رمت قطعة النقد كدين مرة يا ميس عشر مرات عشر مرات كيف عرفنا نحكي ستة مرة طلعت ستة كتابة ومرة طلعت ستة أربعة صورة إذن طلعت عشر مرات ما عدد مرة ظهور الصورة أربعة وما عدد مرة ظهور الكتابة ستة بكم يزيد عدد ظهور الكتابة عن عدد ظهور الصورة يزيد شو معنى كلمة يزيد معناها طرح الكتابة عن الصورة الكتابة قدي ستة والصورة والصورة أربعة نحكي ستة ستة ناقص أربعة يساوي ثمين تمام؟ كثير بسيط وكثير حلو طب لو بدي ألعب مع كل لعبة حلوة أنا بدي أجرب لكم تجربة حجر النرد قدي حجر النرد يامس بي مرة واحد ببدي أصمم أنا مباشرة جدول بدي أحدد أنا كمان هاي الإشارات وهي إحنا قلنا هان بنضيف التكرار لو بدي ألعب بحجر النرد مثلا ثمان مرات تمام؟ ثمان مرات هل حجر النرد من إيش يتكون مرة واحد ثلاث أربعة إذن معروف مرة ممكن يكون واحد ممكن يكون اثنين ممكن يكون ثلاث ممكن يكون أربعة ممكن يكون خمسة وممكن يكون ستة طيب هل ممكن يكون سبعة؟ هل ممكن يكون ثمانية؟ طبعا لا لأنه حجر النوردي يتكون من ستة خلنا نلعب ها احنا بدنا ثمن مرة تنلعب اوكي دعنا نلعب مع بعض اه قد يطلع معي اربعة بحطش احطه عند الاربعة هاي مرة الثانية ستة بحطش احطه عند الستة قد يطلع معي خمسة تمام نلعب كمان مرة ستة اهي كمان شحطه عند الستة قد يطلع خمسة كمان مرة شحطه عند الخمسة دقيقة قد يطلع خمسة كمان مرة بحطش احطه عند الخمسة اربعة تمام ستة طب كأني عديت عديت وما انتبهت واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية انا انتهت عدد مراتي انا انا انتهى ما لازم اعمل خلاص بوقف اذا انتهت لعبتي اذا هل طلع عندنا بالواحد تكرار ما طلع صفر طب واثنين ما ظهر معي والثلاث ما ظهرت معي طب والاربعة قد يظهرت معي مرتين والخمسة ثلاث مرات والستة ثلاث مرات طب هienne احط احنا اسئلة ها هذه المثال رح احكيه لك ما عدد ما عدد ايه رمي ايه ما عدد رمي حجار النرد ما عدد مرات طبعا ما عدد مرات رمي حجار النرد احكي اثنين ثلاث وثلاث ثلاث زائد ثلاث زائد ثلاث ثلاث تعال كمان نحط سؤال لو نحكي ما عدد ظهور رقم أربعة معك كيف مرة لعبت وطولها معك أربعة مرتين طب لو نسأل كم يزيد ظهور رقم ستة عن الخمسة عن الخمسة ستة عن الخمسة الستة كم مرة ظهر ثلاث والخمسة ثلاث ثلاث ناقص ثلاث صفر هذا والاثنين كانوا متساويين لو حكيت الستة عن الأربعة بحكي الستة عن الأربعة الستة ظهرت ثلاث مرة والأربعة ظهرت مرتين ستة ثلاث ناقص ثلاث واحد فرق واحد كان هيكا بنسدرسنا انتهى تأكيدا كمان مرة لطرق جمع البيانات إما يكون سؤال نجمع لي نتائج إما تكون تجربة إنتو إذا تحبوا جربوا مع أهليكو يا مسترامي حجر نارت قطعة نقد يعني زي اللعبة إن شاء الله يارب هيك يكون الدرس بضحي لكو يعطيكو ألف عافية ترجمة نانسي قنقر